بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة جماعة ان شاء الله هناخد اول درس في الفورم السحري المعجزة طبعا انا بنصح الناس يعني اللي داخل على الدرس ده ممكن يراجع الدرسين اللي فاتوا لو ما كانش شافهم يعني اللي هم بيحكوا ايه اللي حنعملوا بالزبط يعني احنا ورينا الصورة النهائية اللي احنا هيوصل لها البرنامج بتاعنا هو مجرد نموذج النموذج ده بيبقى عندي اما حب اعمل اي مشروع باستدعي هذا النموذج واشتغل عليه بيوفر علي شغل كتير جدا لانه بيتعامل مع اي عدد من الجداول في طبعا داتا الداتا دي فيها 20 جدول 50 جدول 70 جدول كلهم بيتعرضوا في صفحة واحدة هنا وحاجات اوتوماتيك بتتعامل يبقى انا بس كل شغلي بعد كده بزبط الاستعلامات بتاعتي ازبط التقارير بتاعتي ويبقى كده عندي المشروع جاهز طيب تعالوا بقى واحدة واحدة كده نشوف مع بعض احنا عملنا اي اول حاجة جماعة بابدأ بالفورم بتاعي بسميه F1 للتسهيل طبعا لان طبعا F1 دي دخلة في كل حاجة فعشان كده بدل ما اكتب كلمة فورم في كل حاجة هكتب F1 طيب تاني حاجة ان انا عندي الفورم بتاعي بعمله مقاس نموذجي كده اللي هو العرض بتاعي ده حيبقى 1100 والارتفاع ده حيبقى 675 تمام كده طيب الادوات بقى اللي موجودة عندي اللي هحطها عليه فيه طبعا منيو ستريب اهي زي ما انت شايفين والمنيو ستريب دي انا حطيت فيها كتبت فيها كلمة الجداول والاستعلامات والتقارير عشان فيه 3 صفحات هنا في الـ Tab Control انا عايز الجداول تروح للت الصفحة الاولانية والاستعلامات تروح للصفحة التانية والتقارير تروح للصفحة التالتة عشان انا حلغي دول مش عايز اشوفهم طيب هنا بقى الاولانية دي بحط فيها بقى زي ما اتفقنا صفحة واحدة اللي هي بتاعت الجداول هي بتعرض جميع الجداول فيه عندي كمان Status Strip انا حاطت واحدة عشان لو عايز اعمل توسعة اضيف حاجة يبقى عندي حاجة ما ابدأش اغير كل شوية في شكل النموذة وطبعا عندنا الـ Data الـ Data Grade View ودي من اهم الاشياء طبعا الـ Data Grade View انا سمتها DGV DGV للتسهيل وهنا عندي برضو الـ Group GRB GRB وهنا حطيت List Box انا كنت اما شرحت قبل كده كنت عامل Combo Box قلت طب اجرب كمان بالList Box مش هتفرق في اي حاجة اللي عايز استعمل Combo Box تمام اللي عايز استعمل List Box انا قلت تشوفوا الـ 2 وانتوا تختاروا بعد كده بمزاقه اول حاجة انا عايز اعملها ايه بالزبط انا عايز الغي الزراير دي تمام احنا الكود داخدناه قبل كده هنبص عليه بس بصة سريعة عشان يبقى بدئين الموضوع من اوله واحدة واحدة مع بعض وطبعا هنا يا جماعة Tab Control دي اللي انا عامله الزيارة دي على اساس برضو لو حبيت اتوسع في حاجة اضيف صفحات اخرى جانبية كده بحيث لو فيه زراير مش لقيلها مكان اي حاجة ممكن اضيفها يبقى انا عامل حسابي برضو للمستقبل لو حبيت اوسع في اي حاجة طبعا هنا الليست بوكس سمتها LST1 وقلنا بقيت الحاجات اسميهم وهنا هتبقى اسمها Tab T وهنا دي سمتها Tab 1 اللي هي الاساسية بتاعتي واحنا قلنا ان انا باختار الدك بتاعتها بخليها فول عشان تمليلي المساحة كلها ناشي طيب هنا بقى بنبدأ واحدة واحدة نشوف اولا ازاي حلغي الزراير لان انا لو شغلت فيش داعي طبعا انا شغلوا هتلاقوا دول بينين انا عايز اخفيهم تعالوا نشوفوا الكود الاولاني هنعمل فيه طبعا هنا الاكواد انا عملتها في موديول سميته Tables هنا الحاجات الاساسية جماعة اللي باب نستغناش عنها اولا استدعاء المكتبة تمام اللي هي بتاعت ال SQ Client وطبعا التلاتة دول برضو بنحطهم على طول الكون والcmd والdt وهنا قاعدة البيانات بتاعتي اللي هي Data Source بتاعتي بتتحط في هذا المكان تمام طيب كل ده قديم شغل قديم تعالوا من اول هنا بقول له Sub Hide Button انا عايز اقول له اخفي لي الازرار فطبعا انا هعمل الكلام ده على كذا Tab فعشان كده هعمله كود ومن خلال الكود ده كود عام على اساس ان انا ممكن استخدمه في اكثر من مكان مش كده قلت له ايه Tab As Tab Control هنا بقى بقول له Tab Dot Item Size يبقى في الخواص بتاعتها اللي هي Item Size بتساوي New Size 0 و 1 والTab Size Mode بيساوي Tab Size Mode Dot Fixed بس كده كود مبسط جدا زي ما تشايفين الكود ده بيعمل ايه بيخفي لي الزرائر طيب عايز استدعي فين عايز استدعي في بداية التشغيل اقول له بص بقى في حاجة مهمة جدا احنا بداية التشغيل ده بنستخدمه كتير قوي فعشان مفضلش رايح جاي عليه طب ما انا جيبه هنا قدامي بصوا كده ببساطة جماعة هنروح كده نيجي على بداية التشغيل تاعة الفورب وهاتلي كده الاسم ده من اول هنا كده نقول له Sub حتى ال Sub وهات الاسم ده Copy وحنسمي الكود بنفس الاسم بس هنعمل حاجة بسيطة قوي بست طبعا هنا احنا مش عايزين دي احنا بقى واخدينها عشان الناحية التانية هقول له شلي دي كمان فبقى الكود اسمه ايه F لوت F1 لوت طيب هنا حيقول لي ما فيش حاجة اسمها كده اقول له ما انا هعمله لك دلوقتي هنروح الناحية التانية وتعالوا هنا قبل اي حاجة هقول له ايه Best وحقول له Enter فكده هيعمل لي حاجة جديدة اسمها F loud بس ما ننساش هنشيل الشرطة دي تمام طيب يبقى الكود بتاعي ده بتاع الاخفاء هحطه فين هحطه هنا بقى خلاص ماشي ما هو ده بداية تشغيل اهو هقول له ايه Copy وتعالوا نحطه هنا Best وهنا بقى قال لي Tab هقول له اه اسمها Tab برضو انا مسميها Tab بس لازم هنا طالما هحط الأكواد في الموديول بلازم هحط فيه قابليها ايه F1 فهقول له F1 . Tab ويبقى كده ايه تمام اه اسمها Tab 1 اه اسمها Tab 1 يبقى انا سميت الاولانية دي Tab 1 ماشي طيب ايبقى كده فعلا هيخفي لي الزرائر في Tab 1 دي اول حاجة طيب يبقى كده الكود ده ايه خلصنا منه تعالوا بقى الكود اهم كود عندنا على الاطلاق الكود ده بيعمل ايه جماعة انا سميته Tab 1 يبقى اسماء الجداول هو بيروح لقعدة البيانات بيجيب من هناك اسماء الجداول ايا كان اسميها معايا يعني في عندي 20 جداول 50 جداول 100 جداول هو بيروح يجيبهم كلهم طيب الحكاية دي بيعملها ازاي بصوا بقى cmd بتساوي new sql comment عادي جملة الشهيرة بتاعتنا بتاعت select بس هنا بيقول لي ايه بقى select tab وهنا شرطة تحتية name ده حاجة خاصة بالسيستم احنا ملناش دعوة بيها بس ده انا باوريكو الكود بتاعها from information وشرطة تحتية وهنا schema dot tables تمام؟ يعني انت روح للمعلومات بتاعة الجداول دي بتاعتك في السكيمة بتاعتك وهات منها الجداول بصوا where بناءا على ايه table طيب بيساوي وهنا بين single quotations pass table وكن عادي خالص يبقى الجملة بتاعت السلكت عادي ولكن بهذا النظام بالزبط ماشي وهنا con dot open وفي النهاية برضه con close وفي النص كده بقوله deem rd as sql data reader بيساوي cmd dot execute reader كلام ده قديم بالنسبة لنا while dala while rd dot read ال rd اللي انا بقول عليها دي حيعمل لها قراءة f1 هنا بقى اللي يهمنا f1 dot list one يبقى حاجي في list box بتاعتي dot items وبحط فيها dot add بضف لها عناصر من rd اللي هي الجداول اللي انا جبتها وقرأتها اهو table name وهنا dot to string and while وطبعا con close وبعد كده بقول له ايه اقفل طيب زي ما انت شايفين كود سهل جدا الكود ده هيتحط فين بصوا كده في بداية التشغيل في الاول هقول له هاتلي ده copy وبداية التشغيل قدامه هقول له ايه best وتعالوا نشغل كده ونشوف هل فعلا هجيب اسامي الجداول بتاعت بصوا انا حطت ايه ال data بتاعتي اللي هو التست اللي انا شرحتها لكم في الدرس القبل كده وممكن احط اي حاجة حيجيبها لي مفيش مشكلة يعني ممكن دلوقتي نغير كمان تست دي ونحط اي قاعدة بيانات اخرى هجيب لي المعلومات بتاعتها او اسماء الجداول بتاعتها تعالوا نشغل ونشوف زي ما انتوا شايفين يا جماعة جاب لي التلات جداول اللي موجودين عندي اللي هما الكتب والموظفين والمبيعات كلام كويس انا كده مستفدتش اي حاجة ايه الفكرة انه يجيب لي اسامي الجداول هنا الفكرة بقى ان انا عايز لما اضغط على اي واحد فيهم يجيبهولي هنا في data grade view تمام وممكن برضه نحطها في بداية التشغيل تعالوا كده يشوف هنعمل الكلام ده ازاي بصوا معايا كده ببساطة شديدة احنا عندنا فيه الكود بتاعنا اللي احنا شبعانين منه يعني عملنا كتير اللي هو سميته SQLDGV احنا قلنا فيه الSQL بنستخدمه وفيه اللي هو بمرتبط بالdata grade view عشان كده روح تكاتب جنبه الاسم بتاعه وعندي بس حاجتين اللي انا بيهموني الـ X اللي هي جملة السلكت بتاعتي وطبعا الكون اللي هو المصار بتاعها وهنا الـ DGV اللي هي الـ Data grade view اللي انا هشغال عليها تمام والكود ده طبعا شبعانين منه مش محتاجين نقول فيه ولا اي حاجة خالص تمام قلنا كتير قوي طيب الكود ده بقى انا هستدعيه فين اقول الاول ممكن استدعيه في بداية التشغيل بصوا كده هقول له ايه copy تعالى في بداية التشغيل وحنحط الكود ده ايه best طيب الكود بتاعي عشان يبقى صح لازم اعرف الاتنين دول اقول له طيب جملة السلكت هنعملها مع بعض واحدة واحدة دلوقتي وهنا الدي جي في قلنا اسمها دي جي في زي ما هي هنا الدي جي في لازم برضو زي ما اتفقنا هنحط بقابليها F1 على اعتبار في الموديون مش في الفور فهقول له F1 ضد ماشي طيب كده تمام الجملة بقى بتاعت ال SQL بتاعتي هقول له بنبدأ بكلمة select طبعا كل الاعمد تمام from هنا بقى السر في الحكاية كلها ايه هو بقى السر اقول له انا دلوقتي مش بكتبله اسم الجدول لا ده انا بقول له انت روح خد اسم الجدول من list box تمام كده عشان كده هقول له ايه اعمل لي بقى اتنين double quotation وتعالى في وسطيهم خد مسافتين وهنا زي ما احنا متعودين برضو وهنا اتنين and وتعالى في وسطيهم وخد مسافتين وتعالى هنا اكتب لي ما تنسوش بقى F1 dot list box بتاعتي اسمها LST1 dot text وقلنا لو combo box هتعمل نفس الكلام بالزبط تمام كده طيب يبقى هو اكينه هياخد الاسم اللي موجود فين في list box ويبدأ يجيب عليه هذا الجدول طب هو لو راح هيلقى list box مش متعلم على حاجة عشان كده هقول له طب تعالى بقى قول لي هنا enter وطعالى اكتب لي F1 dot وحكتب A list1 dot select index بتساوي 0 يبقى كن هو معلم على الايه على الجدول الاولاني مختار الجدول الاولاني فلما جا اشتغل هيلقى في الجدول الاولاني اسم الجدول الاولاني فيبدأ يجيب لي الجدول الاولاني طب تعالوا نجرب الحكاية دي ونشوف بصوا معايا جماعة اول ما دخلت كده رح جايب لي الايه الجدول الاولاني اهو كود الكتاب واسم العمود واسم المؤلف كل الحاجات الموجودة فيه طب بس لو رحت للموظفين مش هيعمل حاجة طب انا عايزه بقى ايه يجي على دول كمان يبقى هعمل حاجة تانية بسيطة كده حاجة يقول له لما انا بعمل change في list box عايزك تغير اسم الجدول طب تعالوا كده ببساطة نروح ل list box و نضغط عليها كده فانا نفس الكلام اقول له لابا انا عايز برضو اعمل نفس الحكاية اللي انا عملتها من شوية اقول له هاتلي دي كده اسم زي ما هو كده عشان انا بعارف مكانها فيه هقول له ايه copy تعالوا نحطها هنا paste شلي طبعا ال sub دي delete و شل دي كده قال لي برضو مفيش code بهذا الاسم اقول له هعمله لك حالا تعالوا نروح كده جماعة لان ده برضو هستخدمه كتير قوي فمش عايز افضل رايح جاي هقول له enter وهنا ايه paste enter و ما تنساش برضو تلغي لي الشرطة اللي في النص تمام طيب ببساطة شديدة كده هاخد هذا الكود هو هو بالزبط هقول له ايه copy وحطه له هنا paste طيب ايه الفكرة ان انا ده اسم الجدول متغير ما انا حسب اللي موجود في list box طب ما انا بعلم على اسم الجدول جديد فطبيعي هايشغل هذا الجدول الجديد طب تعالوا نشوف الحكاية دي هتمشي ازاي بصوا كده جماعة اول ما فتحت جماعة جاب اللي ايه الجدول اقول له طب اضغط لي هنا راح جايب الجدول التاني طب اهو راح جايب لي الجدول التالت اهو جماعة ببساطة بصوا كلما انا باطلع او بنزل بيغير لي الجدول بمنتهى البساطة زي ما انتوا شايفين طيب تعالوا عشان نتأكد من الحكاية دي تعالوا نغير بس اسم قعدة البيانات ونشوف هل برضو الشغل حيبقى زي ما هو ولا في مشكلة تعالوا كده ببساطة بصوا كده جماعة انا في عندي قعدة بيانات اسمها بوكس طيب هنا بدل تاست دي موجودة في الاس الفين واربعتاشر فحقول بوكس ماشي وتعالوا نشغل كده ونشوف زي ما انتوا شايفين جماعة جاب لي جداول غيرها الناشرين طب هنا المؤلفين الكتب العمليات ومنتهى البساطة كده اهو بتحرك من جدول لجدول زي ما انا عايز يبقى انا بدل ما كنت ده هعمل له اربع صفحات وححط ادوات لسه كتير اوي اوي في كل صفحة منهم لا ده هي صفحة واحدة هيعمل فيها كل حاجة اضافة وتعديل وحسف وبحس وصور وكل الصفحة طيب احنا ببساطة شديدة كده اديكم شفتوا اكواد سهلة وبسيطة وكلها ما فياش جديد يعني ارجو يا جماعة الناس تتابع معي وتبدأ تشتغل واحدة وواحدة يعني زي ما انتم شايفين كده شايفين المنظر اللي قدامكم ده عايزكم يعني تقولولي كده تعليقاتكم وتقولولي ان احنا خلاص واصلين معاكم ومشين معاك خطوة بخطوة ويا ريت يا جماعة اللي مش عايز اكتب تعليق على قال لي يعمل لايك او ديس لايك بس اللي عمل ديس لايك يقول لي عملوا ليه يعني نقطر في اللايك شوية عشان الناس تستفيد كلها ويشوفوا اكبر عدد من الناس اتمنى الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبالكم وبداية جديدة ان شاء الله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته